محادثات مستمرة بين تركيا وروسيا لأخفة تصعيد في إدلب واردوغان يطالب موسكو بالتنحي جانبا عن طريق قوته في مواجهة الجيش السوري وفي الدوحة اتفاق تاريخي بين طلبان وواشنطن يقضي بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان كورونا يتفشى في ستين بلدا بما فيها قطر وإيران تنفي سحة أنبائنا تزعم أن عدد الوفيات لديها وصل مئتين موسيقى مجزو الأخبار من نايت 24 نيوز السلام عليكم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوفدين التركي والروسي توصلوا لاتفاق لخفض التوتر وحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول مباحثات عقدت في العاصمة التركية أنقرة على مدار ثلاثة أيام من ناحيته قال الرئيس التركي رجب طيب بردوغان أنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتناحي روسيا جانبا وإفساح المجال أمام تركيا لمواجهة القوات السورية بالأمس سألت سيد بوتين ما هو عملك هناك إذا أنشأت قاعدة فقم بذلك ولكن الآن ابتعد عن طريقنا وتركنا وجها لوجه مع النظام ميدانيا أعلنت تركيا أنها دمرت منشأة الأسلحة الكيميائية تابعة لقوات بشار الأسد في شمال شرقي سوريا ردا على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين عسكريا تركيا في اليومين الأخيرين في الأثناء أكد المرصد السوري الحقوق الإنسان أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية بحسب المرصد أفادت وثائق نشرتها قناة فرنس 24 عشرات من الجهاديين الفرنسيين يشاركون في معركة إدلب بشمال غربي سوريا ويظهر شريط مصور طلقته القناة ومدته أربعون ثانية ثلاثة مقاتلين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون بالفرنسية وأجرى مراسل القناة مقابلة مع المدو عمر محسن الذي يجند الجهاديين الفرنسيين مؤكدا أنه لا يتبع أي جماعة محددة أرجى مجلس النواب العراقي مجددا التصويت على منح ثقة لحكومة محمد علاوي الذي كان مقررا اليوم إلى يوم غدا الأحد وعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوس مؤفقة رئاسة المجلس على الطلب والأحد هو الموعد نهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهام صالح تعيين رئيس وزراء آخر بموجب الدستور كشف سفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عن وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية بشأن خطة الرئيس الأمريكي للسلام وضف فريدمان في مقابلة مع وسائل إعلام عربي أمس إن هناك اعتراف ضمنيا فلسطينيا ببعض الجوانب الجديدة والإيجابية في الخطة دعين السلطة الفلسطينية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مجددا وقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقنا تاريخيا في الدوحة لسحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهرا وذلك بعد 18 سنة من اندلاع أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة وينص الاتفاق على تخفيض عدد القوات الأمريكية من 13 إلى 8 ألاف ونصف خلال أشهر القادمة كمرحلة أولية بالإضافة إلى تبادل آلاف الأسرى ضمن إجراءات لبناء ثقة بين الجانبين كشف استطلاع للرأي جرته القناة 13 الإسرارية أمس تعادلا في عدد المقاعد لحزب الليكودة بزعمة بن يمين تنيهو وتحالف كحولفان بزعمة بن جانسة بحيث يحصل كل منهما على 33 مقعدا وظهر الاستطلاع من حيث الكتل أن كتلة التي تعرف على أنه وسط يسار ستحصل على 57 مقعدا فيما ستحصل كتلة اليمين بزعمة نتنيهو على 56 مقعدا وطبعا نعود هنا إلى الاتفاق التاريخي الذي وقع بين طلبان وواشنطن حيث لقي هذا الاتفاق قبولا وترحيبا دوليا ومن جانبها حثت الأمم المتحدة على استمرار خفض العنف في أفغانستان دعية إلى تقديم المساعدات ومواصلة الحوار كما أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لعملية شاملة بقيادة أفغانستان ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب أعلنت خطر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المسجدة لدى شخص عائد من إيران في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات في الدول الخالجية المجاورة باستثناء السعودية التي لم تسجل أي إصابة حتى الآن وكشفت كل من البحرين والإمارات والكويت عن عشرات الإصابات لديها أما في الصين فقد أعلن عن 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجدة ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 2835 إلى ذلك نفت إيران أنباء تتحدث عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا المسجدة في الجمهورية الإسلامية التي صارت من بين أشد المتضررين بهذا الوباء خارج الصين وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل تسع وفيات جديدة ما يرفع الحصيلة إلى 43 وفاة و500 إصابة من أحياتها أعلنت جمهورية قبرص اليونانية أغلاق نصف المعابر على خط وقف إطلاق النار مع الشطر التركي من الجزيرة بشكل مؤقت في مسعى للوقاية من تفاشي فيروس كورونا المسجد هذا وأصاب الفيروس أكثر من 85 ألف شخص وأدى بحياة أكثر من 2900 شخص في 60 بلدا على مستوى العالم قال الوفد السوداني المفاوض حول سد النهضة إنه واصل المباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية رغم تأجيل الجولة الأخيرة منها بناء على الطلب الإثيوبي الذي تغيب عن الجولة ووضح الوفد أنه سلم واشنطن بلاحظاته على مسودة اتفاق السد كما يؤكد التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء السد وتحديدا سد النهضة وتشغيله بما يحفظ مصالح الدول الثلاث أي إثيوبيا وسودان ومصر أنت اليابان أنها ستوفد نائبة وزير العدل ماساكو موري إلى لبنان عقب فشل محاولاتها لإقناع رئيس مجموعة نسان السابق كارلوس غوصن بالعودة لاستكمال محكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية ومن المفترض أن يغادر هيروكيو يوشي نائبة موري توكيو اليوم للقاء وزير العدل اللبناني وتضيف وزارة العدل اليابانية أن المتهم هرب إلى لبنان وعليه تحتاج توكيو لتفسير من النظام القضائي اللبناني تجمع معرضون روسيون في موسكو وسانت بودروسبورغ للاحتجاج على التعديلات الدستورية التي اعتزم الرئيس فراديمير بوتين تنفيذها وكذلك أحيانا لذكر المعارض بوريس نيمتسوف الذي أخير قبل خمس سنوات قربا لكريملين وهذه أول تظاهر كبرى منذ الإهلان عن التعديل الدستوري الواسع الذي ينذر ببقاء بوتين في الحكم ويحتاج المتظاهرون على ما يصفونها بالدولة البوليسية وغياب الحريات بما يشمل غياب انتخابات حرة ونزيهة بحسب قول المحتجين أنا رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين نائب الجمهوري جون راتكليف رئيسا لأجهزة الاستخبارات مثيرا مزيد من الجدل إذا منصب حساس كهذا وراتكليف يجهر بالدفاع عن ترامب وكثيرا ما يظهر على ششة فوكس نيوز المناصرة للرئيس الأمريكي لنشر نظريات المؤامرة ورفض استنتاجات التدخل الروسي لصالح ترامب في انتخابات عام 2016 إلى ماليزيا حيث عين وزير الداخلية الماليزي سابق محيد دين ياسين رئيس للحكومة خلفا لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته البلاد في حالة من الغموض السياسي ويشكل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاما والذي يعتبره البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة كما يقلس بشكل كبير فرص نقل السلطة لحليفه أنور إبراهيم الذي كان مقررا أن يخلفه إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموجزة الخباري من 94 نيوز للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني بالإضافة إلى صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة